لكن انت ركزت بره الملعب وكانت رسالة جمهور الاهلي واضحة وفي الحقيقة مش رسالة واحدة دي رسال كتير جدا من جمهور الاهلي كانت في المبرانة النهاردة بداية بحضوره الغفير كامل العدد المسوح للنادي الاهلي كان موجود لكن الخوف بداخلهم لن ها لن ايه يا جماعة عشان مش شاف من هنا ها لن ينتهي طلامة الخصمه هو الاهلي يعني ف الخوف مش هيخلص اكيد الاهلي مرعب صراحة جمهور الاهلي عنده حق صراحة جمهور الاهلي عنده فرقة قيلة قوي 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 وعنده قدارة بتقدر الجمهور قوي 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 وعنده كيان عظيم كيان عظيم وتاريخ مشرف وكل حاجة ايجابية موجودة في المنظومة الناجحة دي فنان في فيلم فنان سيد رجب في فيلم ايه اولاد رزق تلاتة قالك الاهلي ايه بطولات 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 هو ده النادي الاهلي على اعتاب بطولة جديدة ده المعروف عن النادي الاهلي ليه عشان الاهلي بيشتغل صح يا جماعة عشان الاهلي نموذج يحتزى بيه المنظومة بتاعة النادي الاهلي هي نموذج يحتزى بيه عشان المنظومة نفسها اللي على رأسها مجلس ادارة عارف كويس جدا ايه دوره وايه واجباته ناحية النادي والكيان والجمهور نفسه فبيشتغل على الاساس ده فبالتالي بيوفق خلي بالك ما هو التوفيق ده ما بيجيش كده ما بيجيش بالصدفة لازم ايه بيشتغل كويس بكتعد كويس باخد بالاسباب صح عندي اخطاء طبعا لازم هيكون عندي اخطاء لكن في كل الاحوال بعالج اخطاء بسرعة بصحح بسرعة عندي هدف واحد ان يفضل النادي الاهلي هو الطب دون اي خلافات نزاعات خناءات اضاية مشاكل ازمات مش موجود في النادي الاهلي حتى لو موجودة كالعادة صعب اوي انها بتخرج صعب اوي دي ميزة النادي الاهلي اتمنى ان اقدار البيراميدز كيام الاحترامي ليهم اتعلموا من الاهلي شوفوا الاهلي بيشتغل ازاي وعملوا زايه ما تحاولش تحط في دماغك الاهلي لان انت لما بتحط في دماغك الاهلي انت بتخسر اكاد اجزم ان لو كان بيراميدز مركز بس في انه عايز ياخد بطولة الدوري كان ممكن يكسب ماتش من الاثنين على اقل كان ممكن يكسب ماتش من الاثنين لان بيراميدز عنده قائمة قوية جدا محترمة جدا مميزة جدا من احسن القوائم في افريقيا لكن من خلال ادارته شغلوا اللعيبة بحاجات تانية بتاعتهم جماعة شغل كده الناسة ده ما بيجيبش بطولات اللي بيجيبه بطولات التنظيم التخطيط الجمهور الاسرار الروح اللي شوفناها النهاردة في الملعب بالنسبة للنادي الاهلي هي دي الحاجات والعوامل والسمات بتاعت النادي البطل عايز تاخد بطولات بعد كده اتعلم الدروس دي بص بالامانة والله العظيم انا واحد من الناس نفسي اشوف المنافسة اللي شفتها النهاردة في الملعب وفي المتش اللي في بتاع الاهلي وبيراميدز تفضل مستمرة تاني هقولك ادارة بيراميدز بتاخد دروس اتمنى ان هي تستفاد منها عشان السنة الجاية يرجعوا ينفسوا تاني مع النادي الاهلي ويكون بإذن الله نادي الزمالك في الصورة بص على الصورة دي الادارة لتاخذل الجمهور مهما كانت الامور بين كوسين العائلة اللي هي عائلة الاهلي وده كان شعار مجلس الادارة من سبع سنين فاته بيراميدز وحد وحد وحفز جمهور الاهلي جمهور الاهلي كده كده متوحد دايما او فيه نوع من انواع الاتحاد ما بينهم او فيه نوع من انواع الانواع 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 الانوا